يغادر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مطار القاهرة اليوم على رأس وفد رفيع المستوى متوجها إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة عمل تأتي الزيارة في إطار حرص البلدين على دعم وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك ومن المقرر أن تشهد الزيارة عقد جلسة مباحثات موسعة بين مسؤولي البلدين وتوقيع عدد من الوثائق ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون الثنائي كما سيتم عقد لقاءات للوفد المصري مع ممثل رابطة رجال الأعمال القطريين وغرفة التجارة والصناعة القطرية لبحث الفرص المتاحة لزيادة الاثمارات القطرية في مصر ومضعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين